موسيقى أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج لقاء الرأي قانون المحكمة الأسرية هذا القانون ما له وما عليه الكثير من الانتقادات الكثير من التذمر أيضا الكثير من الإلجابيات التي تحدث عنها بعض المختصون حول هذا القانون أين وصل هذا القانون وما مدى تطبيق على أرض الواقع هل نجح بتخفيف مثلا نسب الطلاق المنتشرة في الكويت هل له ركيزة أسرية أساسية ساهمت بركائز أسرية ومجتمعية تساهم في حفاظ الأمن الأسري من خلال هذه المحاكم هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ضيفينا هنا في الأستوديو في هذه الحلقة مع المحامية الأستاذة أبرار الهزة حياة شاء الله معنا الله يحييك وأيضا معنا المحامي أحمد عبد الله المطوح حياة شاء الله معنا الله يحييك يعني بداية لو بدأنا بتعريف مسمى قانون محكمة الأسرة ماذا يعني قانون محكمة الأسرة؟ طبعا هو القانون رقم 12 على 2015 هو تصدر على أساس إنشاء محاكم أسرة مستقلة لكل محكمة اختصاصات تخص الأسرة طبعا في إصدار الأحكام والإجراءات وإدارات التنفيذ كلها تكون هذه الأقسام من فصلة عن بقية المحاكم اللي هي تختص في باقي الدوائر اللي هي المدني والتجاري والعمالي المحكمة الأساسية طبعا هي مهنتها أنها تصدر أحكام خاصة بس في الأسرة من أحوال شخصية من طلاق ونفقة وحضانة وما إلا ذلك من قانون الأحوال الشخصية سابقا طبعا الحين صار مسمى قانون الأسرة طيب المادة الثامنة وهذا سؤال موجه لك أستاذ أحمد المادة الثامنة من القانون نصت على إنشاء مراكز لتسوية المنازعات قبل الذهاب إلى هذه المحكمة هل فعلا هذه المراكز الموجودة الآن هي فعالة تقوم بدورها قبل الذهاب إلى المحكمة؟ نعم بسم الله الرحيم شاكرين لكم لقاناة رأينا لهذه الاتضافة طبعا المادة الثامنة تحدثت عن إنشاء مركز لتسوية المنازعات فكرة هذا المركز وفكرة المشرع أو فلسفته في صياغة هذه المادة بالحد من حالة الطلاق بمعنى اليوم أي شخص سيلجأ للتطليق زوجته أو أي امرأة ستلجأ إلى طلب التطليق الضرر في السادق كانت مجرد أنها توكلها محامية أو تروح للحكمة مباشرة وترفع دعوة وتكمل إجراءات التقاضية الآن لا القانون استوجب قبل الشروع في بدء العملية في رفع الدعوة للطلاق أو أي دعوة تتعلق بالتفريق للضرر أو للتفريق من الزوجين اشترط المشرع بأخذ موعد وأخذ استشارة ومناق أشمع الاستشاري المختص في دارة المنازعات الوسرية فكرة كانت في البداية أن الحد من حالة الطلاق يقعد الزوج مع الزوجة مع هذا الموثقة وهذا المختص الاجتماعي النفسي ويتباحث فيه مشكلة زوجية لعلها أن تكون فيها حل ربما يكون هناك تخصات البنك ولكن نأتي على الأرض الخصبة لهذا القانون في من ناحية تنفيذية نأتي على الآلية التنفيذية كل مختصين غير مؤهلين مع تقديرنا واحترامنا لشخصهم في المراكز نحن نقعد معهم أنا نقعد مع واحدة المختصات تقول أنا نحن كم مرة ومرة تتقدمنا في طلبات لعقد ندوات لعقد كيفية تعامل الزوج هي صحيح متخرجة مثلا من كلية في كلية الأداب في مسألة علم الاجتماعي النفس ولكن غير مختصة في مساء الدقيقة التي تتعلق بين مشاكل الزواج والطلاق فبالتالي يحتاجون لعقد دورات يحتاجون لمبنى أساسا ما هو مؤهل نحن نحضر الآن منتعرف القانون قال لك نشاء في كل محافظة محكمة تسمى محكمة الأسرة عندنا خمس محافظات يعني خمس محاكم كويت كلها كانت فيه خمس محاكم فبالتالي قاموا أجروا خمس بوان المواني هذا أساسا غير مؤهل يعني أن تكون لمحكمة سنتحدث عن المباني بشكل مفصل الآن الأستاذ قال لنا أن المختصين في هذه المراكز غير مؤهلين برايتش مؤهلين فعلا قادرين على التعامل مع مثل هذه المراكز أنا أتبق مع أستاذ أحمد لو أنهم كانوا فعلا مؤهلين نحن لا نطعن في أهل مثلا خنقول أسلوبهم تخصصهم لكن نحن كل اللي نعول عليه أنه نحن نحتاج أنهم مثل ما قال أستاذ أحمد أنه يخضعون لي دورات تساعدهم وتأهلهم إلى شغل وظيفة مثل هذه ولو أنه فعلا كان دورهم فعال في الحد من نسبة الطلاق ما شفنا النسبة يعني مثل ما هي أو ممكن قاعد تزيد كان على الأقل النسبة قلت لكن الدور غير فعال لأنه غير مؤهلين لهذه الوظيفة أو لإصلاح ذات البين أو أنه يكتبون تقارير أو أنه يتوصلون لصلح على الأقل أنتم متفقين على أنهم غير مؤهلين طيب من يتحمل مسؤولية التأهيل وتدريب مثل هذه الكوادر في هذا الجهاز وهذا المركز الحساس الأسري الذي يعتبر نواة المجتمع وزارة العدل الآن تسعى جاهدتها بمعالي وزير العدل الحالي وهو دكتور فالح العزب ولكن هو يحمل تركة ثقيلة لما يعني هو أتى على مخلفات وعرقلة وسوق مؤطلي للكويت فبالتالي هو الآن يسعى جاهدا لتحسين هذه الأرض للمتقاضين وللموظفين الموظفين يعانون هما بنفسه مشتكون أغلب الموظفين يعانون من عدم توفير آلية خاصة لتعاملهم مع الأزواج أحيانا بعض الأزواج يغل أدبة ما عندهم الآلية في هذه التصرفات ما عندهم الآلية في كيفية استقطاب هذه الزوجة وتهديئة أنا أسمع أنه لا يوجد حماية حتى من الداخلية في هذه المراكز اللي دائما يكون فيها خلاف أساسا ما بين الزوج والزوجة ودائما ما فيها أصلا عامل الأمن يكون موجود لكن أنا بس ألسؤال أستاذة يعني هذه الإجراء أو الذهاب إلى هذا المركز هو يسبق الذهاب إلى المحكمة الآن ووجوب هذا القانون أيضا الآن بعدم توفر هذه الإمكانيات وهذه الكوادر هناك من يقول أن أصلا المركز الآن يعطل التقاضي أو دورة التقاضي في المحكمة لأنه يأخر القضية عندها لفترة ومن ثم يقولون الناس لهم خلينا على القانون السابق كان قضيانا راحت على طول المحكمة وخلصنا فعلا يعني هذا القانون تشرع على أساس أنه يسهل عملية التقاضي للخصوم الأسرة لكن الذي استنتجناه من تطبيق هذا القانون من الناحية الفنية الإدارية الخدمات هذه كلها النواحي تراجعت قبل لما كان عندنا قانون الأحوال الشخصية بالعكس صار فيه الآن تأخير صار فيه تعقيد صار فيه عطلة في إجراءات التقاضي من جميع النواحي الفنية يعني أنت شايف مركز تسوية المناعزات ما قاعد يوصلون لحل بالعكس نسبة الطلاق مثل ما هي أو يمكن قاعد زيد لا هذا واقع لكي لا نظلمهم فعلا إذا ساهم هذا المركز في تقليل نسبة الطلاق سنكون منصفين نقول لنا لجانب إيجابي على المواقع أنا قبل أن أعلم الحلقة تأكد من أكثر من المختصة فمنهم من قال لي فعلا نحن ساهم منهم من قال لي نحن ما قاعد نحن ساهم الناس أساساً أعلم خلصة يتطلق لا يوجد منهم يعني أنا اللي أعطيك من أحد الحالات يعني اليوم لما الشخصي يتعدى بزوجته بالضرب والسب ويكسرها بمستشفى هذا ليش تخليلي أنا وجوبي أن ألجأ لإدارة المنازعات الأسرية لا أرى حالات وصلت فيها جرائم كبيرة وآخر شيء اكتشفني أن الزوج أو الزوجة مالها لعيالها وبيتها ورجعت مهما كان حجم الخلاصة مرأة معنفة لا يوجد أحد يقول أن يتعدى على ابنته كيف نجعله يتزوج كيف نجعله كامل الحياة الأسرية ممكن هذا حالة شادية هذا لدينا موقعات على فكرة بليكوت وحكام جزائية صادرة من حكامة الجنائية لكن في مسألة المدة السيد متى ما تفضلت المادة العشرة من القانون حددت هذه المدة بأن لا تتتجاوز أسبوعين أو خمس ساعش يوم في حالة عدم اتفاق الأطراف الزوج أو الزوجة أو وكلاهم في مسألة اتفاق الصلح العدمي لكن إذا كان في استجابة للصلح يتعين لهم طلب هذا مد الأجل من الباحث المختص أو الباحث المختص الشارعي أساساً أو الاجتماعي بمدن هذه الفترة لمدة أقصى 60 يوم لبحث مسألة الصلح وإذا تم الصلح يثبت في محضر مركز تلسوية الإدارة المنازعات الأسرية وترفع إلى المحكمة رئيس المحكمة المختصة لإثبات الصلح أو إذا لم يتم الصلح إلى 15 يوم تحوال أساساً برمته إلى المحكمة المختصة للبحث في مسألة رفع الدعو من عدمها طيب سادة يعني الحين لو سألت سؤال مباشر هذا المركز ساهم أو سحل إجراءات التقاضي أم عقدها وليش؟ لا عقدها لماذا؟ لأن الناس المتقاضين في هذه المراكز يتوصلون لحل فالقضية تأخذ قبل قضية الطلاق بأول درجة وبالإستناف والتمييز طبعاً نحن نلغى التمييز نتكلم فيها هذه النقطة لأنه ضروري أن نوضح هذه النقطة كذلك عرقلة القانون قبل قضية الطلاق كانت تأخذ في جميع درجات التقاضي بأول درجة والإستناف والتمييز كانت تأخذ لهم من سنتين إلى ثلاث سنين ألا ما تحدد لها طبعاً تتخلص بأول درجة والإستناف بالتمييز بالطول ألا ما تحدد جلسة لكن الآن ضيف عليها الفترة فترة جلسة تسوية المنازعات التي صارت عند المركز نضيف عليها تعطلت القضية ويمكن يكون هناك ضرر على المرأة أو ضرر على الرجل لا نقول ضرر بس يقع على المرأة على الرجل كذلك فالأضرار تزيد تتراكم تتفاقم فنحن ما شفنا أن هذا المركز ممكن في يوم من الأيام رح يكون لنقطة إيجابية في حل المنازعات بالأكس تعطيل الإجراءات أيضاً أن هناك حديث أن هذا القانون أيضاً يتعارض مع قوانين أخرى منهم قانون الطفل نحن بنسألك هذا السؤال الأستاذ لكن بعد فاصل قصير ونرجع مشاهدينا فاصل ونعود حياكم الله من جديد سألتك البعض يردد أن هذا القانون أساساً يتعارض مع بعض القوانين منهم قانون الطفل الرقم 21 على 2015 هل هذا صحيح؟ نعم 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 صحيح في بعضنا كاثناشر مقال قبل سنة في جرية الجريدة زميلتكم كتبت فيها في مسألة التعارض الآن عساسة واضحة مسألة التعارض أوجه وجه من الأوجه الآن القانون قانون محكمة الأسر رقم 12 سنة 2015 وقانون حقوق الطفل رقم 21 سنة 2015 المنطقي أن قانون الطفل هو بعد قانون محكمته سواء لكن قانون محكمة أسر دخل حيز النفاذ وسرع قبل قانون الطفل عفوا بعد قانون الطفل ما حصل اللي حصل أنه الآن قانون محكمة أسر بنصر المادة 11 أقرت بأن يختص قاضي اسمه قاضي الأمور الوقتية شنو وظيفته في هذا القانون أن يستصدر شيء اسمه أمر على ريضة الأمر على رائض في السابق كانت المرأة اللي هي الحاضنة للأطفل إذا تريد تستخرج المساعدات التبوتية بطاقة مدنية جواز جنسية الولاية التعلمية حق المحظون للطفل تلجأ المحكمة وترفع الدعوة وتم العلان يحكم يستناف عادي طويل سنة ونسبة معدنة بطاقة مدنية عادي إذا تعنت الأب في مسألة الاحتفاظ هذه المساعدات ماشي الآن قاضي الأمور الوقتية يستضر خلال ثلاثة أيام يوقع على هذا الأمر يزل الأمر بإسم صاحب السمو أمير البلاد ويتم تنفيذ على وجه السرعي في قانون الطفل لاحقا قال لك أن يحق في ناصل مادة ثلاثة فقردال قالت لك أن يحق للحظمة أن تستخرج كل أو كافة المساعدات الثبوتية لهذا الطفل بمجرد أن تكون عندها حكم حضانة الآن الوضع التنفيذي لحين الدولة الموظفين ينفذون مسألة قانون الطفل بنتي معها حكم حضانة ونتي معها أمر على عريضة اختلفوا كل جهات الدولة وزارة الداخلية أصدر القرار بأن كل واحدة معها حكم حضانة لا أحد يوقفها ما شهر لها معانا لقانون الطفل وبعض الوزارات لا يبغ أمر عريضة وبعض الوزارات تعارض يعني يعني بعض يطبق على بناء على قانون الطفل وفي بعض يطبق على قانون الإسر وفي بعض يطبق لهذا لهذا يقول لك أعطني حكم حكمة خلاص ما رشي غرب شيء من مهمة من يرتب كل هذا المشرع هو للأسف فهو أخطأ في هذا الصياغ ولم يلتفت أساسا أشاهد المغور أن قانون الطفل أساسا فيه ديباج أغلب القوانين مثلا بالنظر إلى الدستور وبالنظر إلى القانون فلاني ما أحط حتى قانون حكمة الإسر مع أنه يرتبط في ارتباط لا يقبل التجزي باعتبار أنه هو الطفل جزء من أساس الإسر فبالتالي أساسا الخطأ كان من مشرع ومعانا ذاك لم يلتفت لهذه وكذلك سلطة التفادي اليوم لا يمكن أن نعلمها تنفذها وتنفذها وتنفذ القواعد العامة ولا يمكن أن نعلمها يعني جايبين حكم محكمة وأي أن كان الحكم حكم موظف القانون أستاذ بغض النظر عن كل سلبيات هو كقانون هل فعلا جيد وسائة تطبيقه أم أن التطبيق سيء أيضا والقانون لم يرع الكثير من هذه الجوانب دعنا نكون منصفين إذا القانون زين دعنا نقول زين ولكن نحن نعرف أن نعمل فيه قبل أن يدش هذا القانون حيز التنفيذ تكلمنا عن إيجابياته وسلبياته لأمانة الإيجابيات كانت أكثر السلبيات كانت تنعد على الأصابع قبل التطبيق قبل التطبيق اليوم الذي قرأنا القانون وحللنا ودرسنا جمعنا بالعكس إيجابياتها حلوة وأنا بالنسبة للي سلبيات التي قرأت تنعد على الأصابع يمكن تنتين أو ثلاث لكن بعد ما تم التنفيذ في هذا القانون انصدمنا من الواقع الذي شبناه قبل المحاكم كانت خمسة أحي محاكم الكويت صارت خمسة ومحاكم الأسرة الستة يعني صار عندنا 11 محكمة بالكويت يعني 11 محكمة يقولهم موظفين وقضاء عليك نور 11 محكمة بالكويت المحاكم هذه غير مجهزة غير مؤهلة موظفين ما فيها يعني إحنا أول ما طبعا بدأنا العمل في هذه المحاكم وانعقدة الجلسات فيها كان ما في طوابع أروح أقول الموظفة أقول لها خلصت كل إجراءاتي رسمين لدعوة تقول لي ما عندي طابع من وين يبلش طابع تقول لي روحي المباني اللي حوالين المحكمة المستوصف أو المنطقة التعليمية اللي يمن يريد لنا طابع يريد طابع جميل أنزيل أنت لما مجهز المحكمة ليش تبدأ عقد الجلسات فيها والإجراءات نريد نرفع دعوة أخلص كل الإجراءات أروح قسمة جدول هذه آخر خطوة علشان أقيد لصحيفة الدعوة ما في موظفين ما تشنيت زويت ولا شيء هذا الشغل كل اللي شتغلنا يعني نحن جبنا قانون يسهل على الناس مناديب إعلام ماكو قانون يسهل على الناس صار القانون هو أصبح أثرة لا لا ما أشك من التسهيل زين هذه المباني إذا تكلمنا عن المباني أنا لاحظت أن مباني محاكم الأسرة يهي مباني منفصلة عن المحاكم الأساسية أو هي أقسام مستحدثة داخل هذه المباني الرئيسية يعني أنا واحد من الناس جتني صورة لقطة في أحد الظاهر المراجعين أو المتقاضين مصور ورقة أيرفور بيضة مكتوب عليها محكمة الأسرة ملزقة على باب ففعلا هذه المباني هذه الأقسام بهذه الصورة بل يمكن أكثر من ذلك سواء يعني يمكن 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 السادة المشاهدين أنه لا يوجد قاعة المحكمة ستجد الله يعزكم الحمام داخل قاعة المحكمة داخل قاعة المحكمة وشعار الله يعزكم الحمام داخل قاعة المحكمة الله يعني وانتم كرامة لو أحد يبيره الحمام أثنان عقادة الجلسة وليس سيطلع وفيه علاق ملابس داخل قاعة فالوضع ما هو مجهز أساساً هذه مباني مؤجرة أجرت على سبيل السرعة التداركة لمسألة دخول القانون نحن لا نظلم نحن اليوم نقول لك القانون ترى رائع لكن يمكن بعض المثالة البسيطة حال حال أي قانون ونحن نبشر أساساً ما هو قرآن قانون أنت تشتفق أن القانون قانون صياغة رائعة لكن بعض المخالفات التجريعة أمر بسيط وانتظر في أي قانون ترى ممكن نحن اليوم صلح ممكن نحن اليوم صلح العيب إذن في بعض الصياغة في سوء صياغة المشهر لبعض المواد وتطبيق القانون الفلشة التنفيذية السلطة التنفيذية عليها اليوم أنت رائع هذا الأمر هذا الأمر متعلق للأسرة المادة التاسعة من الدستور أقرت بأن الأسرة هي أساس المجتمع لازم نحمل أسرة لا يصير نحملها لا يصير الأسرة مشكلة أيضاً في المباني بعضهم خاصة في وزارة العدل يتذرعون يقولون وزارة المالية حددت سعر متر تعجير مباني بسد نانير يعني أين ألقى مبنى زين ويصلح لهذه البيئة بسعر سد نانير حلو متفقن لماذا تأجر مباني خصص قسم خاص لمحاكم الأسرة داخل مبنى المحكمة لماذا تضطر أن تذهب وتحمل الدولة عب إيجار مباني جديدة لقانون محكمة الأسرة بالعكس لم نعترض لكن خصص قسم خاص أو دور خاص مثل محكمة الجهرة وهي محكمة الجهرة ومحكمة الأسرة صايرة في المحكمة الجديدة أيوه في الدور 12 أو 14 في المحكمة الليديدة وقسم التنفيذ موجود في المحكمة نفسها كيف تجد بالعكس بدلما أنا أتعنى من محكمة لا محكمة مثلا إذا أنا عندي مثلا مبنى مجهز مجهز دور كامل يختص في قاعات دعاوي الأسرة والتنفيذ في نفس المبنى بالدور الأرضي يعني صراحة تطبيق أنا دائما محكمة الجهرة الصراحة من موظفين من آلية التطبيق من خدمات ممتازة من مناديب من إعلانات ممتازة محكمة الأسرة لكن باجي المحاكم محكمة الحمدين ثلاث مباني اللي إيه بصباح السالم الصباح السالم اللي تابع المبارك الكبير والمهبولة تابع للأحمدي والمبنى اللي فيه إجراءات التنفيذ وباقي إجراءات الدوائر فيه صباحية يعني محافظة الأحمدي مو من كبرها عشان نحط لها ثلاث محاكم كبيرة لا 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 بس مو ثلاث محاكم زين أنا أعتقد أيضا أن هناك جانب نفسي كبير هذه المحاكم هي ملاذ الكثير من المتقاضين في هذه القضايا إذا كانت أسرية أو غيرها أيضا فيها جانب نفسي كبير بالنسبة للأطفال على الأقل في أماكن اللي يجب أن تكون مخصصة لأماكن رؤية الطفل أعتقد أنها خاصة بالمنازعات أو غيرها لا أدري إذا كان المسمى صح لكن هناك أماكن مخصصة لرؤية الطفل من جانب الأم أو الأب هذه الأماكن يشتكي منها الكثير من الناس أيضا يقول أماكن تزيد من عناء حتى النفسية على الطفل وعلى الأبوين حتى أنها لا تساهم بشكل أو بآخر بأنها ممكن تكون سبب في إعادة العلاقة مثل ما كانت هو كلام سليم، أستاذنا اليوم، لا نضع ذلك اليوم في وزارة المالية أننا لم أجرت لنا مكان جيدا نحن اليوم، إذا رأينا كلفة عالية على الملعام وإذا رأينا المباني غير مؤهلة لهذه المحكمة أو صرح يتعلق بالسلطة الغضائية نحن ممكن نأجل نفاذ القانون، لم نستعيلون مؤسسنا كنا نماشين، ونحن كنا نواكفين، ونحن كنا نواكفين أساسا ونحن كنا نواكفين، ولكن أجل نفاذ القانون يحيمون أن تجهز نفسك وتبني محاكم ومن ثم هذا الأمر الأمر الآخر بالنسبة لما تفضلت فيه، قانون الطفل وقانون الأسرة أسسوا هذا الأمر وأن المحاكم لا تكون فيها غرفة مخصصة لأطفال من رؤية المحضونين مجهزة مجهزة ويكون فيها كل الإمكانيات لوسائل حماية الطفل وشعور الطفل بأنها ترمأة محكمة هذا الوضع طبيعي وفكرة فصل دعاوة الأسرة عن المحاكم، أنت عارف المحاكم فيها جنايات، فيها جنح، فيها مجرمين، فيها متهمين، مكلبشين فالطفل لما يرى هذه المنازعات، ما يرى القاضي، يرى متهمين، يرى فممكن أن يترك بعد نفسه في هذا الطفل فبالتالي فكرة أن فصل هذه المنازعات بحفظ كان الأسرة بأن تكون في وضع عزل لماذا تعجلنا؟ المفروض نأجل المفروض نأجل نحن نأجل بعد الحوار والنقطة هذه بعد فاصل غصير مشاهدينا فاصل ونعود حياكم الله مجدداً مشاهدينا أستاذة تكلمنا عن الجوانب النفسية قبل شوي مع الأستاذ ذكرنا أن بعض الأماكن الخاصة بالطفل ورؤية الطفل من قبل الحاضن يجب أن تكون مجهزة أنت كمحامية راجعتي هذه الأماكن ماذا انطبعت عنها؟ بصراحة نحن نعرفه أصلاً أنه قانون مركز الرؤية التي ساير في جنوب السراء هذا المركز الوحيد يمكن أنني لم أرى غيره رأيت مركز في محكمة الجهراء وحالياً مبنى التنفيذ في محكمة الجهراء ودائماً مسكر وليتات طافية وما أشوف أي استغلال لهذا المبنى بس مخصصين مركز رؤية فيه وما في أي تنفيذ أو تطبيق لحكم صادر لكن اللي نعرفه مركز الرؤية اللي في جنوب السراء بالعكس طبعاً فيه موظفات وفيه مديرات في هذا المركز قاعد يستعون إلى أنهم يطبقون الأحكام الصادرة في الرؤية يعني على أكمل الوجه أنا بالنسبة لي شخصياً للأمانة ما رحتول لزرت هذا المبنى لكن كل اللي سمعت عنه أنه هو مجهز وشفت أصور يعني تخصها مجهز ويعني الأسرة يعني الأم أو الأب لما يروحون يطبقون حكم الرؤية بالعكس يعني كأنه بيت مركز الرؤية صار كأنه بيت يعني علشان يوفر إحساس الراحة والأمان يعني حق الطفل في ساعة الرؤية طيب أيضاً في حديث عن تضارب في تنسيق القضايا يعني ممكن أن زوج يرفع قضية في محكمة أسرة في الأحمدي وترفع زوجة قضية في محكمة الجهراء وهذا يحدد لها أعتقد جلسة وهذا يحدد لها جلسة ويصير في تضارب هل هذا صحيح؟ هو المعدة الخامسة والسادسة من هذا القانون يعني فسرت هذا الذي تفضلت فيه الآن قانون هو الأصل في القانون نتكلم شوية من ناحية فنية شوية أن الأصل أن الخصاص المكاني يتعلق في موطن الشخص لا يتعلق بالنظام العام شو نظام العام؟ يعني المحكمة لا تبطل الحكم الحكم لا يكون خطأ ممكن أن المحكمة تصح الخطأ وتمشي في الأمور في الاستنافة وغيرها ولكن قانون محكمة الأسرة أقرت بأن اليوم إذا أرفع دعوة لازم أنا أكون أرفعها على موطنك المختص موطنك المختص بمعنى المحكمة المختصة في هذه المحافظة إذا ساكن في محافظة الأحمدي وزوجها ساكن في محافظة حوالي راح ترفعت دعوة في المحكمة في محافظة العاصمة ويضط الحكم بتطليقها على سبيل المثال يكون هذا الحكم مشوب الخطأ في تطبيق القانون خيال إنها طالق أو مطالق سنقول أنه لا حكم طلاق سنقول أنه حكم فقط لأطفال عندما يستأنفل الحكم بأنه صادر المحكمة غير مختصة مكانيا أو محليا تحكم محكمة بأن الحكم هذا كان بعض في مخالفة قانونية تبطل بحكم وهذه أشكالية من يتحمل هذه الصياغة الخاطئة في هذا القانون فهذا الأساس أننا نريد أن نسهل الأسرة من هذه الجوانب أيضا والصياغات الخاطئة شنو ورد في القانون من مثالب الأمر الآخر المادة الخامسة ما هي فلسفة المشررة أنا لا أعلم إلى اليوم قاعد أبحث فيها مذكرة وضاحية وفي هذا القانون لم أجلسها صراحا قال لك المادة الخامسة تختص موطن المدعي والمدعي في رفع بعض الدعاوة ومنها النفقات والأجور للأطفال وإلى آخره فيما بعد ذلك باقي الأمور اللي يختص في مساء الأحوال الشخصية تختص المحكمة التي تكمن في موطن المدعي بس طيب ليش؟ يعني وإن علام استفام طيب إذا رحت رفعت اليوم أنا مثلا أنا كمواطن عادي ما عندي أمور ما لأقدر أدفع لمحاملة وقدر أدفع لأتعاب فأروح أرفع اليوم أنا أجهل لما أروح أرفع دعاو في موطن لا أعلم ما هو الصحيح فيه لماذا يحكم بطلان الحكومات؟ لماذا يكون الحكومة بخطر تطبيق القانون؟ يجب أن نسهل الأسرة لا يسهل نعقد طيانة صراحة لم أرى التعقيد هناك قوانين أخرى نرى في قوانين المسؤولين هذا القانون جاء لتسهيل هذه الإجراءات نعم وتخفيف من التعقيدات التي تشبهها في السابق الآن أستاذ إذا تكلمنا عن المثالب في القانون من النظرة القانونية ذكر الأستاذ بعض الجوانب هناك أيضا بعض الجوانب التي تعتقدينها عائق أيضا في أن يكون هذا القانون قانون ناجح طبعا أهم نقطة أهم نقطة ممكن أن نتكلم فيها أن القانون لغى درجة التقاضي درجة من درجات التقاضي التي هي تمييز على أي أساس تلغي درجة تمييز وباجي الدعاوي يتم البت فيها على ثلاث درجات من التقاضي أول درجة واستعنام والتمييز قانون الأسرة قال لك لا قانون الأسرة يفصل في دعاوي الأسرة على درجتين اللي هي أول درجة واستعنام إنزيل يمكن أحد المتقاضي ما أرتضى في حكم الاستعنام على أي أساس ينسحب منه هذا الحق أنه يطعن على حكم الاستعنام بالتمييز وخصص طبعا هذا حق منه النيابة النيابة هي المختصة بتمييز الأحكام فقط النيابة تمييز الأحكام اللي مثلا صادر من محكمة الأسرة في أحكام معينة يعني اللي هي تكون مخالفة للشرع مثلا أو مخالفة لنصوص معينة نيابة هي اللي يتميزها فوين دور المتقاضين وين حقوق المتقاضين طيب يعني هذه يمكن أسوأ محكمة طعنوا عليها في محامين طعنوا عليها في عدم دستورية القانون بسبب إلغاء أحد درجات التقاضي الخاصة فيه لذلك نقول أنه غير دستوري أنا لدي تعقيب إذا تسمحني المادة 13 التي تفضلت فيها الزميلة في مسألة حق التقاضي في مسألة درجة من درجات التقاضي وهي درجة من حكمة التنميز اليوم المادة 13 أقرت بأنه يحق لأي شخص رفع دعوة لم يحكمة التقاضي ولا حق عليه الطعن بالتميز لأحكام صادرين محكمة استناف الأسرة ولكن قصرت الحق استثناء من الأصل العام للنائب العام دون غيره في حق الطعن إذا كانت هذه الأمور متعلقة من نظام العام ما هي متعلقة من نظام العام؟ المادة 138 من القانون الحمار الشخصية فسرت ما هي الأمور المتعلقة من نظام العام على سبيل الحصر زواج محرمات فسخ الزواج دعوة الناس وتحصيح الأسماء والأمور المذكورة على سبيل الحصر في هذه المادة السؤال الذي نقوله اليوم هذا أمر لا يوجد قانون النجارات لا يوجد محكمة التنميز قانون هي أسواق المرأة رقم سبع لسنة عشر وعشر 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 لا يوجد محكمة لا يوجد طعن لا يوجد درجة من درجة محكمة ولكن عندما تجعلني ما حق النائب العام في الطعن في بعض القضايا هذا يخلال بالمادة 29 والمادة 166 من الدستور في مسألة المسواة في حق التقاضي وفي سوابق المحكمة الدستورية كذلك فسرت هذا الأمر وهو مرة في 2008 ومرة في 2015 الذي في 2008 ألغت محكمة الدستورية نصف المادة 5 من مقاون الإجراءات المحكمات الجزائية التي كانت تحجب حق الطعن الأفراد صادر عليهم غرامة 40 دينار وتسمح للدان عام بالطعن في هذا الأمر الأمر الآخر كذلك محكمة الدستورية أبطرت نصف المادة 200 مقاون الإجراءات التي أثرت حق الطعن أمام دائرة التمييز في محكمة الاستناف العليا في مسألة إذا المتهم صادر عليها حكم حبس يطع بالتمييز إذا صادر عليها حكم الغرامة لا يطع بالتمييز طيب ليش يتم محكمة الدستورية وعطت لك هذا مركز مختلف الآن أنت أخليت المراكز لما خليها أساسا استناف وستناف وانتهنة أما تخلي واحد يطع واحد ما يطعن هذا في شبهة عدم الدستورية وهذا ما انتهت أساسا خصوم أصلي لماذا لا نحق ولكن أساسكم واضحين بعد قانون محكمة الأسر في مدى التأش أجاز الطعام بالتمييز للأفراد في دعوتين في أمرين التفريق بين الزوجين التي ترفع من مرأة على الرجل أو التفريق أو الطلاق للتفريق بس في هذه الحالة وباعتبار الدعوة باعتبار المفقود ميتا فقط عندما تعليق في الموضوع لا لكن في نقطة ثانية يجب أن نتكلم عنها يعني عندنا قانون الأسرة يعتبر أن الأحكام الصادرة من حكمة الأسرة انتهائية لا يجوز الطعن عليها إذا كانت قلمتها أقل من خمس تالاف في طبعا المادة رقم ثلاثة هي دعاوة المراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت الدعوة لا تتجاوز الخمس تالاف دينار لا يجوز الطعن عليها يعتبر الحكم هذا انتهائي طيب شنو فقبل قانون الأحوال الشخصية ما كان هذا الإجراء الدارج أو ما شهر في قانون الأحوال الشخصية بالعكس بالأسرة بالأحوال الشخصية كانت الدعوة يعني في أي قيمة تكون عليها يتم الطعن عليها بالاستئناف يعني استثنى طبعا قانون الأحوال الشخصية مستثنى من باقي القوانين لأن باقي القوانين إذا كانت الدعوة قيمتها أقل من خمس تالاف لا يجوز الطعن عليها لعدم اكتمال النصاب لكن قانون الأسرة الآن شمل هذه الدعاوة مع باقي القوانين يعني الآن عندنا ميراث يعني إذا مثلا صار في خلل في الحكم أو شابة غلط أو بطلان ما أنا لا أقدر أطعن عليه يعني هذا ميراث هذه وصية هذا وقف هذا مهر يعني هذه دعاوة جدا حساسة ما أنت تعتبرها انتهائية لا يجوز ما الحل برأيك لتفادي هذه المثالة الحل أن هذا القانون لازم يعيد يؤاد صياقته ويؤاد النظر في طريقة يلغى يعني لا ما قلنا يلغى بالأكس قبل ما يطبق لها قانون يوم قرأنا شفنا أن إيجابياتك كثيرة لكن لما ياني الطبق شفنا أن التطبيق شيء واللي على الورق شيء ثاني إحنا ما نطلب إلغاء ما هي إجراءات القانونية لتعديل هذه السلبيات التي تكلمت عنها واحد إجراءات تدخل التشريعي في تدخل تشريعي طيب زيل أبي أسأل عن نقطة بس يعني تمنى على طاري الغرامات والتي تذكرتهم في ما يعرف بالقانون أيضا بإنشاء صندوق تأمين الأسرة الورد بالمادة 17 نعم هذا القانون أنا حسب فهمي وعلمي وانتوا صححوا لي أنه مثلا الزوج إذا كان يعني معسر وما يقدر يدفع نفقة أو عليه ديون أو مش عارفه يتكفل هذا الصندوق بدفع هذه المستحقات ومن ثم يسهل على الناس وعلى الأب أن يدفع بشكل باقصاد هذا الصندوق شغال طعال الصندوق ميزانية الآن صفر صفر زي نقول دينار ما فيه طبعا هذا للأسف الشديد هو أساسا هذا الصندوق أنشئ وأن يكون أن تكون هذه الأمور المتحصلة لأن توضع في هذا الصندوق من مزارية مخصصة من مزارة العدل والتبرعات والهبات تبرعات أيضا من ناس هذا أمر ممكن يكون من أعمال خيرية بالإصلاح ذات البين وأطفال فبالتالي الآن لم يفعل إلا الآن وهذا ما نحمل وزير العدل الحالي وهو الآن الأمانية وشعف هذا شيء فبالتالي هو قاعد يصلح يصلح بالمناسبة المسألة التي تفضلت فيها الآخت الزميلة بمسألة يعني إلى الآن لم يفعل هذا الصندوق أنا عندي فاصل مشاهدين ونعود حياكم الله طيب أستاذ احنا تكلمنا أيضا أن مثالب كثيرة في هذا القانون من وجهة نظركم يمكن هناك من لا يتفق معكم يشوف أن القانون جيد لكن يعني بعض الأمور التي يمكن عرقلت تنفيذها بالشكل الصحيح المباني وغيرها نقص موظفين نقص هيئة قبائية وغيرها وأنا أعتقد أن هذا أيضا هم الشيء السهل الذي ممكن أن يتصلح بسهولة وبسرعة لكن أنا عندي ثقة أمانتان بأن وزير العدل وزير الموجود حاليا نشط جدا أنا قاعد أشوف أن يحمل تركة كبيرة كثيرا أنت في وجهة نظرك من الناس التي في هذا في هذا الجو ما تعتقد أن يجب أن يحل الآن في هذا القانون وبشكل سريع هو التدخل التشريعي ما في كلام أجل التدخل التشريعي بأسرع وقت ونحن الآن في جمعية المحامين من خلال لدنة حقوق الأسرة نعمل على صياغة هذه التعديلات حيث أنها تقدم باسم جمعية المحامين لأعضاء مجلس أمه حتى تقدم الفصل للتشريعي القادم إن شاء الله يعني عديتوا مذكرة في هذا الجانب يعني عديت بعض التعديلات في هذه القوانين ولكن الآن لا نستطيع نقول بعد نعدل بالتشريعي المتسبيهة ولكن في مسألة الرد على هذا الأمر ممكن أن بعضه هاجم من وجهة نظر فنية من وجهة نظر ممكن أن تلاقي أنه ظلم الله أعلم ولكن كشكل عام لا نستطيع اليوم نبني على القانون لما نبشر في أعمال التنفيذ مثل ما فضعت حتى الزميلة قبل أن يدخل القانون حيز النفاذ نقول هذا ليس قانون لكن لا يدخل حيز النفاذ الآلية التفادي هي القانون هي التي تظهر عيوب ولكن أساساً هي عيوبة ليس ذلك العيوب حالة حالة أي قانون ينفذ ولكن صدم بأرض الواقع بالضبط أنه كان هم الحكومة بأن تنفذ أجر مباني يبقى موظفين وشيل الأمور وخلص هذا كلام أساساً غير منطقي نحن نحن أنت تدولون أنه يجب تدخل تشريعي في الموضوع لحل هذه السلبيات والمثالة في القانون لكن هناك أيضاً طعن بعدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية في هذا القانون مقدم من أحد المحامين شنو تتوقع سبق قلتك أنه فعلاً القانون غير دستوري لأنه لغى درجة من درجات التقاضي التي هي التمييز فالخصوم من حقهم أنهما يطعنون على الأحكام الصادرت لهم على ثلاث درجات فالطعن أنا من وجهة نظري صحيح فعلاً القانون غير دستوري هذه المادة تحتاج إلى إعادة صياغة وتعديل من ناحية أنه إلغاء درجة التقاضي والتي هي التمييز يعني نحن ناشد وزير أنا من هنا ناشد وزير العدل أنه هو يعني إذا يعني ممكن أنه يطلع يعني مثلاً خنقول يستكشف يتفقد المباني شلون مجهزة طريقة الجلسة الليما تنعقد شلون طريقتها يعني 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 أبداً الوضع سيء الوضع جداً سيء يعني نحن ناشد وزير العدل أنه يعني لازم نشوف حل حق تأديل هذا القانون خصوصاً نحن المحامين يعني أستاذ أبداً ناشد وزير العدل بأنه يأخذ جولة في هذه المباني ويطلع على جاهزيتها ومدى أمكانية تطبيق هذا القانون فيها ومدى استيعاب الناس والموظفين لهذا المكان شوف على أرض الواقع وهم وضعوا ثقتهم فيك ونحن ندري أنك من الوزراء المجتهدين واللي نتأمل فيك خيراً حقيقة أستاذ ما هو وجهة نظرك في الطعن المقدم أنا لا أعلم إذا كان هناك طعن مقدم ولكن إذا كان هناك طعن مقدم على شق عدم بدستورية نص المادة 13 من القانون في مسألة عدم جواز الطعن أمام محكمة التمييز وقصر الطعن فقط للنظام العام في بعض الغضار التي تتعلق بالنظام العام الحكام الشريعة إسلامية هو حتى من ستقضي المحكمة السورية ببطلن نص المادة وليس بطلن قانون الشريعة الإسلامية نعم الأحكام المتعلقة بالنظام العام هي معناها الشريعة الإسلامية المذكورة في المادة 30-30 تعطيب من قانون الحوال الشخصية مثل ما توقعنا زوج محرمات فسخ الزواج دعاوى النسب وصحية الأسماء إلى باقي الأمور التي هي أوقاف والدعاوة الخاصة في مسألة قانون الحوال الشخصية المذكورة على سبيل الحصر ولكن حتما محكمة الدستورية ستقضي ببطلن أو بلغاء بداية الموضوع بمراكز قانونية ومايز بينهم أنت تريح تميز أو أنت لا تميز حق التقاضي مكفول ومساوات بين الناس وموجود 29 ومستثيم الدستورية بالتالي حتما محكمة الدستورية ستقضي بعد المدستورية إذا قد مطعنا أو إذا فعلا تم تقديم طعنة أو محكمة دستورية سيد أبرار أيضا وهذا واقعي يتكلم فيه الكثير يقول أنه ما تزعلون من تطبيق هذا القانون لأن أولا وأخيرا القانون فاتكم أنتم كمحامين رفعتوا أتعابكم في قضايا الأحوال الشخصية والأسرية لأن تقولون حق الناس بشكل أو بآخر ترى المحكمة صارت في مكان ثاني وإحنا الروح وصير المشوار والبانزين وغير تقولون حق الناس كل شيء وهذا الذي خلاكم ترفعون أسعاركم لا لا صحيح بالنسبة لي أنا صاحبة مكتب أتعابي مثل ما هي ما زيت عليها مثل قانون قضايا الأحوال الشخصية أو الأسرة مثل ما هي أتعابها يعني المرة الحين أو الريال يعني خنكون واقعيين الريال دائما خسران في قضايا الأحوال الشخصية يعني نحن نحاول في الأحوال الشخصية أنا والله أنا أكون صريحة معك في قانون الأحوال الشخصية نحاول نطلع الريال في أقل الخسائر المرأة هي الحاضنة المهم أن قانون الأحوال الشخصية مظلوم رجل أكثر شيء لصالح المرأة على فكرة أن نصرة الرجل لصالح المرأة لكن نحن لم نرفع الأتعاب لكن اليوم عندما نرى قانون فيه ستة حاكم أنا محتاجة في مكتبي أن أنا أوضف ستة محامين وستة مناديب صار فيه إرهاق فعلا هم يقولون أن القانون إرهاق عليكم طبعا إرهاق إرهاق ماد لأننا نحن اللي بالميدان لأن هذا على الكوادر المحامين ما شاء الله واجد محامين واجد فعلا ما اختلفنا لكن كل مكتب ومكانياته أنا أكون صريحة معك ثاني شيء لما يقولوني القانون سليم والقانون صحيح من الذي قاعد يمارس تطبيق القانون من الذي قاعد يواجه الصعب أنا خواتي يشتغلون في قطاعات حكومية والله العظيم أني أقول حق أختي لما ييتش بندوب ولا مراجع مش شيء خلصي شغلح سهلي أمور الناس كثير ما تقدرين لأننا نحن نشوفه بالمحاكم كلها تعطيل يعني تطلع أنت تطلع علشان تخلص إجراءات معينة ترق ما سويت ولا شيء وتعالباتشر وما في طابة يعني أمور فنية إدارية خدمات من كل النواحي ما في إستجابة لا توافق الرأي أنه فعلا بعض المحامين من هذا القانون خاصة في قضايا الحوال الشخصية رفعوا أتعابهم أو أنت أيضا بعد تشوف أن الرجل مضلوم نفس ما بالنسبة لمسألة الأتعاب كل محام يحدد أتعاب أفق ما هو يرى فأنا لا أدخل في هذه المسألة هذه المسألة أن الرجل لا صرفها أمانة الناس تشتكي يقول أن قانون من تطبط القضايا في قانون الأسرة وما يتعلق فيها صارت أتعابها أكثر لا أعلم الأمانة فبالتالي كما لدي قضايا أحوال شخصية أعندي لكن ليس عادي نورمال فبالتالي أساساً أنه حق للمحام في أنتقاض أي مبلغ مالي مقابل أي عمل يقوم في محكمة وهي أتعاب فهذا أمر طبيعياً لكن في مسألة ما يتعلق في أن الرجل هو مظلوم قانون الأسرة ما لا علاقة نأتي للقانون للحوال الشخصية القانون الأسرة قانون الأجراء بحث على الصعيد أو أطراز الفريد كيف نقول هو قانون الأجراء من الدرجة الأولى ما لا علاقة بالأمور الموضوعية الرجل ومرأة ونفقات كل هذه الأمور تتعلق في مسألة قانون الحوال الشخصية نعم قانون الحوال الشخصية لما صيغ في سنة اثمائينات صيغ من قبل الناس أخذوا في مساء الشاذة من كل الأحكام وعراء الفقهاء ووضوها وصبح رجل الضحية بالأسف شديد طبعاً طيب أستاذة أخيراً رؤيتك للموضوع بشكل منصف وأخير تجدين الحل بأن يلغى هذا القانون أو أن فعلاً في الكثير من الإجابيات يجب التوقف عندها لكن هناك بعض السلبيات اللي يجب إصلاحها بشكل أو بآخر بالنسبة لي أنا حل من الأثنين يا أن يتم إعادة صيغة هذا القانون أو النظر والبت في طريقة تطبيق هذا القانون في تجهيز المحاكم في تعيين موظفين الديوان عندنا الأرقام شوف لين واصلة وضفوا الموظفين المواطنين خلي تعينون خلي يعني يشغلون الوظايف اللي فيها نقص شغرة في المحاكم أو أن إحنا نلغي ورد على قانون الحوال الشخصية إحنا قانون الحوال الشخصية وايد كنا مرتاحين في تطبيق ونضع مباني جديدة للأسرة نفس هذه المباني والصروح الجديدة المشرفة حقيقة المحاكم الجديدة تتخصص للأسرة والأسرة أبدأ أنا أعتقد أن أكثر القضايا الموجودة في المجتمع هي أولا وآخيرا تعود للأسرة سنصلح ونعتني في هذه الأسرة بشكل أو بآخر يمكن حتى نخفف على باجي المحاكم أستاذ كلمة أخيرة نحن نحتاج إلى خمس محاكم نحتاج إلى مجمع محاكم الأسرة واحد نحتاج إلى خمس نيابات الأسرة نحتاج إلى نيابة واحد الأسرة كما هو أساسا معمول فيه في السابق الوضع المحتاج الآن إلى ثلاث أمور التدخل التشريعي والذي نحن في جمعية المحام من خلال لجهة الأسرة سنقاتل من أجل هذا التعديل التشريعي السلطة التنفيذية عليها مراعاة الله في هذه الأسرة وفي مسألة اختيار الموظفين لن يغير الله ما بيقوم حتى يغير الموظفين يستوجب عليهم هذا الأمر وإدمت الناس نصب عيونهم وليس التهون في هذا الأمر شكرا إجراءات وزير يشعر إجراءات الأخيرة كانت صارمة وجه بأن خاصة بما يتعلق بإعلانات ولم يستدل عليه وغيرها ستنتفي نتمنى أن يكون فعل وليس كلام على بس لا ممكن أنا أقول لك موقف صار ويا عندي موكلة ورفعت لها دعوة في محكمة المهبولة خصمها عنوانة بالجهرة محكمة الجهرة ما قالوا لي اخذي الصحيفة الأصلية ووقعي على تعهد اللي يخلي أن أنت استلمت الصحيفة الأصلية روحي الجهرة أو دعيها أعلني لما يتم روحي بها من الجهرة ورديننا إياها محكمة المهبولة لأننا لا نحن لدينا مناديم هل هذا تعطيل؟ الله يعني أنا الآن عرفت لماذا قلت أن البنزين زاد أعني أساكم أذقو ومشكورين لحضوركم ومناقشة هذا الموضوع مشاهدينا انتهت حلقة لقاء الرأي نشوفكم على خير أحد لعنى هل تنس warum هل تنسي هذا فهم ي اشتركوا في القناة